في أربيل تظاهر مئة المواطنين أمام مقر الأمم المتحدة والقنصلية الأمريكية احتجاجا على سيطرة القوات الاتحادية في كاركوك والمناطق المتنازع عليها وتجمع المتظاهرون ومن بينهم نازحون من كاركوك ومحيطها أمام مقر الأمم المتحدة رافعين لافتات وشعارات تندد بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ما وصفوه باستخدام القوة من قبل القوات العراقية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا وطالب المتظاهرون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتدخل لدعم أقليم كردستان وقوات البشمرجة نحن نحب السلام نحب الحوار ما بين بغداد كفى هذه الهجمات إلى أقليم كردستان نحن نريد تدخل دولي ما يحصل الآن في كردستان ليس عمليات تثبيت القانون إنما هو مشروع طائفي يريدون به استكمال مشروع الهلال الشيعي الذي يربط بين طهران ولبنان ودمشي وبغداد نحن الشعب الكردي نشعر بأن الغرب والأمريكا الذين يسمون أنفسهم بالعالم الديمقراطي أنهم خانوا الشعب الكردي